ننتقل لمتابعة الشأن الأمني لقي ستة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بدأ أهلية مصرعهم تم ضبط ثلاثة آخرين و11 قطعة سلاح ناري وكمية من الزخائر والمواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة البؤر الإجرامية والعناصر الخطيرة رصدت أجهزة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام بدأ أهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بتتخذ من مزرعة دواج المهجورة بزراعات المتخمة لقرية المواد المواجد دائرة مركز شرطة المنزلة بدأت تأخذ منها مأوى وهي مكونة من تسع عناصر جنائية شديدة الخطورة أربع منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنيات ما بين 35 سنة و 8 سنين في قضايا مخدرات وسرقة بالإقراه وشروع في القتل ومقاومة السلطات بيقوموا بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين وبيتخذوا من المزرعة مكانا لمزولة نشطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزاتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة